إن لله وإن إليه راجعون توفي الإعلامي مدير قناة البديل سليمان بخليلي فجر اليوم الجمعة بعد أسابيع من دخوله المستشفى متأثرا بأعراض فيروس كورونا المرحوم كان قد أسدر منذ ساعات منشورا أعلن فيه عن تحسن حالته بعد انتشار إشاعة تفيد بوفاته وطمأل جمهوره بأن صحته في تحسن بعد تجاوب جسمه مع العلاج وقد مكث الفقيد بالمستشفى لعدة أسابيع بعد إصابته بكورونا إلى أن وفته المنية منذ ساعات قليلة حيث أعلن نجله على صفحة المرحوم الخاصة في الفيسبوك على وفاة أبيه كما أعلن صديقه الفنان فؤاد ومان على الوفاة من خلال فيديو نشره على الفيسبوك وأعلنت قناة البديل على صفحتها الرسمية أن المرحوم سيواري الثرى بمقبرة جاريدي بالعاصمة ظهر اليوم وكان برنامج خاتم سليمان على التلفزيون الجزائري قد سنع شهرة سليمان بخليلي الذي اشتغل لسنوات في التلفزيون العمومي قبل أن ينتج عدة برامج بقنوات خاصة ليؤسس منذ أشهر مشروع قناة البديل رحمك الله دكتورنا الفاضل وإلهم ذويك الصبر والسلوان اشتركوا في القناة